السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم ان شاء الله النهاردة الفيديو كنبلة كل اللي هتفرج على الفيديو دوت وهيعجبه واستفيد منه ياريت مش عايزة منكم غير حكتين اتنين بس تعمل لي لايك وتكتب لي دعوة حلوة في الكمنتات ان شاء الله ان شاء الله انا بتكلم كده لان انا عارفة ان شاء الله الفيديو ده باذن الله هتلاقي فيه حاجة يعني كنز صراحة الفكرة من حد من المتابعين المحترمين جدا بس انا طبعا جودت عليها يعني حطيت التطش بتاعي انا قدي كده مبهورة بالفكرة وعجباني جدا جدا بديل رائع 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 للعلف خلاص يعني مش هنحتاج نستخدم علف تاني مع الوصفة الاولانية اللي كانت قبل كده وحط للناس اللي اول مرة تشوفوا القناة بتاعتنا هحطولكم اللينك بتاعه بتاع الفيديو بتاع اللي هي البديل العلف اللي كان قبل كده هحطوا ان شاء الله في اول تعليق مثبت عشان الناس اللي مش بتعرف تدخل على صندوق الوصف وبإذن الله اللي الوصفة ديت مع التانية اللي اتنين لو انت استخدمتيهم مع الفراخ بعد عمر شهرين تقدر تستغني على العلف تماما بس يا جماعة ما حدش يشيل العلف مرة واحدة لما بتشيل العلف مرة واحدة من قدام الطيور طبعا بتعمل يعني صدمة او بيخصوا منك مرة واحدة لا خليكي زكية وحاولي تقليلي نسبة العلف اهم حاجة العشرين يوم الاولانيين هلديهم العلف صافي من غير اي حاجة خالص بعد كده نبدأ بقى الاكل بتاعهم هيزيد فالوجب اللي هتزيد ديت نزودها بالحاجات اللي احنا بنعملها دي وتقليلي بقى ايه كمية العلف بدأ ما كنتي بتحطي مثلا كيلو هتحطي نص بدأ ما تحطي نص هتحطي ربع وهكذا وكل ما يكبروا كل ما نقلل العلف شوية بشوية بشوية حد ما يبقى عندهم شهرين تمام تقدري بقى تحطي لهم اكل البيت وتحطي لهم الوصفات اللي احنا بنعملها ديت وبأمر الله وبفضل الله ان شاء الله خلطة ديت خلطة تسمين رهيبة جدا ولا علف ولا كلام فارغ حتى هتبقى حاجة طبيعية جدا نبدأ بقى في الوصفة عشان نتكلمش كتير معانا ده اقل من نص كيلو بطاطس طبعا بطاطس الصغيرة ديت انا كنت شارية كمية من ايام البطاطس كانت رخيصة الكيلو كان بجنيه دلوقتي هستي خليني معاك اقولي الكيلو بتلاتة جنيه في البرساطس اللي هي السردة اللي بتبقى في اخر السوق دي تمام هتجيبي نص كيلو او ربع كيلو حسب كميته الطيور اللي عندي وفي حلة زي ما انت شايفة كده قطعناها وبعدين هنجيب دول شيء هي كبشة دي مش هحط غيرها ده قمح بليته غسلته كويس وبليته من مبارح وحطه عليها تمام شوية حاجات كده هنحطها على بعض بس بطريقة ركزوا معايا في الطريقة وركزوا في الحاجات علشان النتيجة تبقى ان شاء الله بإذن الله روعة 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 مش بس هتسامن تيورك لده انت كمان هتعمل لهم حاجات مضادة للأمراض ووقاية عالية جدا للأمراض خلينا في الوصفة للوقتي احنا حطينا بطاطس قطعناها بطاطس مغسولة كويس قوي وده أمح حفان كده أمح يعني قولي تلات معالق مثلا كبار غسلناهم ونقعناهم في المية وحوالي أربع ساعات أقل حاجة وممكن تسيبيهم لتاني يوم من بليلة الصبح حطينا اللتر ونص مية عشان أنا محتاجة المية ديت هاخدها مش هرميها ومعانا زي ما انتوا شايفين كده معلقة حلبة معلقة حلبة تمام؟ حلبة حصى وكمان ورقتين لورة انتو طبعا عارفين الحلبة في التسمين شكلها إيه وكمان معانا زي ما انتوا شايفين طرف المعلقة كركم ممكن يوم تعملي كركم يوم تحط زنجبيل يوم تحطي قرفة تمام؟ عشان استخدام الحاجة كل يوم كل يوم ده غلط أنا هحط الكركم لأن ده للتسمين مش للبيبيت ديت معلقة كسبرة كسبرة نشفة حطينا حلبة كسبرة كسبرة دي بقى يا جماعة انسي الأمراض المعاوية نهائي عنده طيور بتاعتك انسي الميا بتاعت البتاعت البتاعت ده كنز مش هنرميها والخليط نفسه تحفة 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 تخيالي كده انت بتأكلي الفراخ بتاعتك واحطه تمام؟ وهغطي عليهم واسيبهم يغلوا مع بعض محدش يجود ويحط حاجة غير اللي انا حطيتها ممكن تقللي لكن ما تزوديش يعني ممكن ما عنديكش حلبة مش مشكلة ممكن تضيفي بس شعير يعني الحاجة اللي كان ممكن انضيفها وما اضفتهاش هي الشعير على الوصفة دي معلقة واحدة برضو من الشعير يبقى معلقة حلبة معلقة كسبرة معلقة شعير كم ورقة لورة كده وسن الطر فكركم او زنجبيل في يوم وثالث يوم نحط ايه بلاشت دوت ودوت ونحط ايه قرفة كده بعد ما استوت البطاطس والرز زي ما انتو شايفين كده مشربش مية كتير يا دوب بس كده استوى بنتفي عليها النار وبنحطها في مصفة زي ما احنا شايفين كده بنصف فيها بناخد المية هناخدها بنستخدمها للطيور بتاعتنا بكل مكوناتها الرائعة اللي شفناها دي علشان كده لازم نخسل البطاطس ولازم نخسل الامح وننقعه في مية ولازم نخسل الرز كويس جدا بعد كده بقى هنقدمها كميات بسيطة كده زي ما انتو شايفين للطيور بتاعتنا ما شاء الله يعني اقبال عليها رهيب بالنسبة للفرخ اللي هو تعبان ده يا جماعة انا حاولت اعمله رجله لقيته البطة لما كان تحتها لسه تقريبا داست عليه بتقولها ففتحت الفخد بتاعه نفسه يعني من فوق من عند الفخد مفتوح كده يعني داست عليه جامد فالمشكلة مش في الرجبة ولا في الرجل هي المشكلة جاية من فوق فالموضوع صعب ان انا احاول اربطه او كده شدت والله حاولت اربطه او اعاله معرفتش لقيت المشكلة من فوق من عند الفخد هو بيقوم و بيأكل و ما شاء الله يعني انا طوالما هو بيأكل و حلو سايبان الخلطة دي تجبارة و رهيبة كل الناس اللي هتقول لي طب يا جا طب احنا نشيل العلف لا مش هنشيل العلف زي ما قلتلك كده هنشيله بالتدريج بالتدريج حبيبتي اللي كرم بتسأل اعرف اديك من الفرخة ازاي زي ما انت شايفة كده هما صاد اول اتنين هم ديت اللي على اليمين فرخة اللي مش يدي فرخة واللي تربوشه احمر دا دي ماشي الفراخ ديت جميزة بياض انا مطلعاهم من تحت البطة يعني كان الفراخ بتاعتي اللي بتبيض باضت وخدت البودة الحلو بتنقل البودة الكبيرة السليمة اللي مفيش فيها اي مشاكل وترقق ديها تحت فرخة او تحت بطة وبتطلع لك الفراخ دي دول فيهم ما شاء الله حوالي اربع ديوك او خمس ديوك و اربع فرخات بس الخمسة بتاعتم اللي هي يا حرام اللي رجلها معامولة دي فالحمد لله وبرك الله في مرزق يعني كل اللي تعجيبها الوصفة ديت وتحس انها مفيدة تيجو بقى نحسب الوصفة ديت هتتكلف كم طيب البطاطس هنقول نص كيلو ماشي اه انا كنت جايبها واقف عنها بخمسين قرش خليها ستس هتجيبها انت بثنين جنيه او بثلاثة جنيه بقى كيلو ونص بجنيه ونص وكمان شوية القمح وشوية الدرق بالرز ادي كمان نص جنيه ادي كده تنين جنيه تمام وحبة البهرات اللي حطناهم دول موجودين في كل بيت يعني معلقة الكسبرة معلقة دي حاجة دي موجودة عندك اصلا و هتعمليهم من الطريقة اللي احنا شفناه دي اهم حاجة في الخلطة ديت انك تصفيها ك كويس جدا من المية نهائي مينفعش نحط مية الفراخ دي عمر شهر مقدمهاش لفراخ اقل من عمر شهر تمام يعني ممكن عشرين يوم ماشي ممكن فراخ عمر عشرين يوم مش مشكلة لكن اقل من كده لأ يبقى الوصفة دي مبديل للعلف عايزة تقدمها للبط من بعد اسبوع عادي مفيش مشكلة تحطيها للبط بعد عمر اسبوع مفيش اي مشكلة دعودي عليها تحطي كميات بسيطة بس برضو مع العلف بنسبة للبط تمام خلينا نركز في حاجة بس دي وقت احنا بنركز في البديل العلف ده بنسبة لفراخ البلدي اللي عايزة تربي فراخ بلدي ببلاش تربي وتعمل معي الوصفات ديت ان شاء الله في عندي اكتر من فكرة اللي بدأي للأعلاف وبشكر طبعا الاستاذ المحترم قوي اللي قال لي على الفكرة دي طبعا هو ما قالهاش لها بنفس الطريقة ديت انا جودت يعني انا عملت من عندي عطيت التطش بتاعي فاتمنى يكون هو يشوف الفيديو ويقول لي ايه رأيو في الاضافات اللي انا اضفتهم عايزة اقولك تحذيرات بقى اوعد حطي اه زعتر لان الزعتر بيفقد امتو لما بيغلي بلاش نحط طوم هنخسر الطوم بنخسر امتو لما يغلي بتحط في المية يعني لما بتحط في المية السخنة ولا بصل برضو هنخسر امتو لما بيغلو طب انا اخسر اخد نصف فيديته ليه وانا اقدر اخد فيديته كلها ولما اعمله على البارد انت ممكن الخلطة دي انت تحطي عليها بصل وتوم ولمون يعني تعمل خلطة البصل والتوم والخلي واللمون وتحطي تاخدي المية في الوصفة بسم الله ما شاء الله ممتازة جدا 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 في التسمين وجربيها وشوفي بنفسك من اول اسبوع هتشوفي الفرق رهيبة الطيور بتاعتك هيبقوا منظزين كده ووزنهم حلوة قوي مش هتحتاج تحطي علف بكميات كبيرة هنحط العلف زي ما قلنا ونفضل نقلل فيه ونقلل في نسبته لحد ما يتموا شهرين دول كده عندهم ايه عندهم شهر شهر ويومين يعني عندهم اتنين وتلاتين يوم او تلاتة وتلاتين يوم بكتير دول الفراخ دي فبداية من شهر بداية من عشرين يوم تقدر تستعمل الوصفة ديت للفراخ البلدي للفراخ البلدي الفراخ البط البلدي ممكن استعملها له من بعد اسبوع عادي برضو مع العلف في حاجات يا جماعة ماينفعش تتحطها في المية السخنة فياريت اللي الحاجات اللي انا حطتها دي هي اللي بيبقى ليه في فايدة في المية السخنة الحلبة رهيبة في التسميل الشقير برضو ممتاز القصبالة رهيبة في الادوية وفي العلاج المعوي جميلة جدا ايه تاني الورق اللورة اللي حطناها برضو جميل جدا جدا في التعقيم فالحاجات اللي المية بقى بتاعة اللوت انا انا صفيتها كويس قوي قوي والمية هحطها ليهم اشربوها اعتشهم معتشوا خالص كده هحط لهم المية طبعا بكل الفوايد اللي فيها ديت وكل المميزات بتاعتها اهيبة جدا 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 يعني انا بغزيهم وبسمنهم وكمان بحط لهم مقاية من الامراض مع الوصفة ديت هتهضرابي عصفورين بحجر هتسمن تيورك وهتحاربي كل الامراض المحتملة يعني مثلا البتاع الكوزبارة ديت مش هيبه عندك سلمونيلا ولا عندك اه حاجات كتيرة قوي من المشاكل المعوية دي بتريح جدا المعوي الحلبة بتجميلة جدا جدا وبتقضي على الديدان بصراحة تركيبة تحفة 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 دي خلاصة ايه اه تفكيري وابداعاتي اتمنى انها تعجبكم من انتم تقدروا الفيديو ويتوصلوه كده لالف لايك ياريت كله يشترك في القناة شكرا والسلام عليكم